يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح الذي وفته المنية بالأمس وكان الرئيس السيسي قد نعى الزعيم الفقيد مثمنا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية